موسيقى حياكم الله مشاهدة كرام في برنامج اتو زد سوف ادخل مباشرة الى تقديم واجب العزاء لهذا الشخص القامة الكبيرة التي فقدها الاعلام الكويتي وهو احد رموز الاعلام في المنطقة بشكل اعام هو من الجيل المؤسس الذهبي لوزارة الاعلام الكويتية خاصة في التلفزيون وهو اعلامي من الطراز الفريد حيث قدم برامج واخرج برامج وايضا انتج برامج ويمكن هناك افلام لا تنسى في الشاشة العربية وهو فيلم الرسالة وايضا فيلم عمر المختار وكما انه اعلامي من الطراز الرفيع هو ايضا انسان يعني حاكى الواقع الاعلامي منذ فترة طويلة وحتى يومنا هذا رحم الله الاستاذ القدير محمد السنعوسي والهم ذويه الصبر والسلوان والهم جميع الاعلاميين واهل الكويت من تعلق بهذا الشخص الكبير الذي قدم لنا الشيء الكثير لا نقول الا وداعا يا ابو طارق ان قلوبنا لتحزن وان عيوننا لتدمع وان على فراق فقيدنا لمحزونون ودعت البلاد هذا اليوم احد ابناءها البررة الذين كان من بين رواد الحركة الاعلامية فالمرحوم محمد ناصر السنعوسي تابعته مختلف الاجيال وهو متواجد امامها في شاشة التلفزيون كمقدم لابرز البرامج الى جانب تقلده لمنصب وزير الاعلام الذي خدم من خلاله دولة الكويت وكان رمزا يشار له بالبنان في العمل الميداني وكذلك الاداري فرحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من داره رحم الله الأستاذ محمد ناصر السنعوسي ونقدم واجب العزاء مرة أخرى لدويه ومحبيه وجميع الإعلاميين ومحبي هذا الشخص الذي أعطى الإعلام الكويتي الشيء الكثير وربما لا نستطيع أن نفرد حتى حلقات في إنجازاته ومساهماته الكبيرة منذ نشوء تلفزيون دولة الكويت وحتى اللحظات الأخيرة عندما كان وزير الإعلام ومن ثم صار في أمور أخرى كمستشار لكن أكيد سوف يبقى بإذن الله تعالى في قلوبنا جميعا وجميع يعني الإعلاميين ومحبي هذا الرجل على مستوى المنطقة بشكل عام رحمك الله يا أبو طارق مرة أخرى ونبدأ وياكم حلقتنا لهذا اليوم في برنامج A to Z طبعا برنامجنا اليوم يحتوي على فقرات مميزة مع نجوم مميزين وأيضا عندنا يعني أبطال دائما عودناكم أن يكونون معنا طبعا اليوم راح نبدأ برنامجنا مع فقرة سبوت راح نستضيف من خلالها أحد أبطال بطولة الطريق لألعاب القوة اختتمت منافستها يمكن يوم السبت الماضي ضيفنا اليوم راح يكون لاعب مميز وهو عبدالله الشمري من نادي الغازية ان تعرف عليه أكثر في هذا التغرير ومن ثم راح نقابل بإذن الله بعد قليل تعتبر رياضة الجهره من الرياضات المهمة لجسم الإنسان وتعود على الشخص بالفائدة الدائمة مثل تحسين الصحة النفسية وتحسين صحة الرئتين والجهاز التنفسي ضيفنا اليوم هو عبدالله الشمري أحد أبطال رياضة الجري في نادي القادسية الرياضي حول مشاركاته كهاوي للجري إلى هدف يسعى من خلاله برفع علم الكويت في المحافل الدولية ومن أهم الإنجازات التي حققها البطل عبدالله الشمري المركز الأول في اختراق الضاحية 2022 والمركز الثالث في بطولة المضمار 10 كيلو ويسعى الكابتن عبدالله في تمثيل المنتخب الكويتي في الاستحقاقات القادمة موسيقى 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 دائما نلتقي في برنامج اتوزد مع أبطالنا ونجومنا في كل اللعبات واليوم راح نتكلم عن رياضة الجري والمسافات الطويلة يصرنا نلتقي بالكابتن عبدالله الشمري حياك الله يا عبدالله ويانا في برنامج اتوزد ويهلا ومرحبا فيك عبدالله اكيد يعني في البداية السؤال اللي يضطرح عليك في كل المناسبة اش معنا اخترت هذه المنافسة بالضبط لعبة الجري اخترتها انا كأول شي داش هوات كانت لعبة زيادة على العابي كنت لعب الكروسفيت وكنت لعب السلة وكنت محتاج اني ارفع اللياغة كنت استخدم الجري كأرفع اللياغة بس حبيتها وحبيت الشعور اللي تعطينيها بعد الركض وكل ما بعد التمرين شوي شوي تعلقت فيها وتعمقت فيها اكثر نعم اذا انت رياضي في اكثر من اللعبة لكن هذه الرياضة استهوتك بالذات وبالتالي تخصص فيها طيب فيه مواصفات خاصة للعبة لللاعب نفسه اللي يلعب في هذه اللعبة مواصفات بالنسبة حق المسافات الطويلة مواصفات اكيد لازم يكون ضعيف وزن خفيف اضلت رجولة يعني تكون فيه تحمل قوية نعم نعم فيه صبر ويكون النفس عنده طويل وقوي دائما نفسه مع التمرين دائما استعد لكل البطولات مع التمرين نعم طيب شنو اهم الصعوبات اللي ممكن يعني تواجه لعب المسافات الطويلة لاعب المسافات الطويلة الصعوبات اللي نمر فيها هنا بالكويت الجو الجو وايض حار نعم يعني اغلب الوقات ما يسمحلك انك التمرن يعني بالجو نعم فوق الارفعين درجة الحرارة فنقدر نحن نقول خمسين وستين خمسين وستين نحن الحمد لله واصل الثلاثينات نعم فنحمد الله الثلاثينات نعم أصعب شي أنا شوف الجو وهني في الكويت شوية صعب أنه في مسارات حق مسافات طويلة نعم نتمرن داخل الممشى بالمناطق الداخلية طيب أنت بديت أكيد كهاوي واخترت هذا اللعبة وحاولت أنك تتخصص فيها أنك تطورت فيها نعم نعرف سبب يعني إصرارك وتطورك في هذا اللعبة ودشيتها كاحتراف يعني يا عباد والله أنا كنت نفس ما قلت لعب هاوي وكنت مشاركة ببطولة هوات نعم وشافني لعب معي النادي الغاتسية وأخوه وزميل أمر الفيلة شاوي وشارك معي بالبطولة وشافني ومسكني بعد البطولة وكلمني قال لي ليش ما تكمل ليش ما تكمل ليش يعني إن شاء الله رغمك واحد حلو فيه مكانك أنك تفد ما فضل تذكر أول بطولة شاركت فيها مع النادي نعم نعم الضاحية في الضاحية في الضاحية كثير كانت المسافة وإش كثير كانت المسافة 10 كيلو 10 كيلو في هذا الوقت كانت 10 كيلو طيب توقيتك أولنا أنت عرضت على مركز متغدب خلنا نقول أنا كنت بالمراكز هي الضاحية تعتبر فريق أنت ما تشاركت فريدي نعم فهي تنحسب على خمس لاعبين أربع لاعبين هم الأساسين أنا كنت هذه كنت تكملة كنت الخامس نعم في هذه البطولة وجبت 36 دقيقة طيب شعورك لما اختاروك نادي القادسية نادي كبير وعنده هذه الأمكانيات وبالنهاية أكيد هذا شيء يضفي لك يا عبد الله والله كان شعور جدا يعني كنت سعيد وايد نعم أنه مع التمرين وقدرت توصل له هذا زادت الصعوبات عليك المسؤولية لما انضمنت حق نادي القادسية والله زادت زادت المسؤولية لأن حين أنا ما أمثل نفسي أمثل فريق وأمثل نادي القادسية طيب أنت بما أنك يعني على مستوى المحلي وشاركت العديد من هذه المنافسات في منافسات خارجية أيضا شاركت فيها خارجية مسؤولية لا بس محليا محليا شنو الأهم المنافسات اللي شاركت فيها أهم المنافسات الأشرة كيلوب المضمار نعم الكاس خطوة الكاس هذه خذيت الحمد لله الثالث وأنا حين أشوف هذه أهم واحدة الطاحية اللي توفزت فيها هذا الأخيرة الأخيرة أخذت فيها في المركز المركز اللوه الحمد لله نعم ما كثير كان توقيتك؟ توقيتك كان 15 دقيقة و 6 دواني في 5 كيلو 5 كيلو 5 كيلو 15 دقيقة طيب أكيد تحذيراتك طريقة نومتك و شغلك غير الباجي من ربعك أتكلم نعم عير محيطك بالتالي أنت شلون تنظم وقتك سواء بالعمل أو بالدراسة أو حتى في مسألة موارسة الرياضة الحمد لله يعني هني لازم نقعد قبل الشروق عشان أننا نتمرن ما شاء الله فإحنا نكون خالصين قبل الدوامات وكل شيء نعم ندوم عادي يعني تبدي حياتك الفجر نعم نعم على طول تبدي حياتك نعم تصلي بتركب نعم أو مرات قبل الصلاة ما شاء الله عشان تلاحق عشان أيضا تحوش الجو يكون زير يعني أيها ما في الضحام طيب تحس أنه فيه إقبال على مثل هذه المنافسة ومنافسة الجارية نشوف بعض اللغطات الكل حاليا عبد الله وتشوف أنه فيه اهتمام أيضا من بقية يعني الأندية واللاعبين في هذه الرياضة بالذات والله إيه قاعد تزيد قاعد تزيد كل سنة عن سنة قاعد تزيد أنا من أذكر من 2018 كانت ما كان أحد يدري نوادي وكانوا عددهم غليل نعم أحين ما شاء الله زادوا والعدد قام يزيد كل سنة أكثر نعم طيب تحس أنه يعني أيضا أنت بحاجة إلى جدول يومي عشان تحافظ فيه على اليارتك البدنية على تبعد نفسك عن الإصابات شون ترتب لنا هذا الشيء هذا والله وتعكس عليه حتى حق الناشئين أو الشباب اللقاء يتابعونك لازم تتوكل على الأول شيء ثاني شيء جدول تدريبي صحيح نعم ما ترفع الحمل سريع يعني ما تستعيل بالتطوير وأن تبي تنجز بأسراوات لازم تصبر لازم تكون صبور نعم تسخن عادل قبل أي تمرين وتمشي على تمرين مدربك نعم ما تزيد على كيفك يعني أهم شيء هو المدرب راح يكون منسغ لك الجدول عشان أنه أنت ما تتجرب طيب شوان على النظام الغذائي نظام الغذائي تحاول تراكل وفي دق الحم وعيوش والله فيه بالمسافات فيه نعم لأننا نركض مسافات طويلة أهم شيء البيض الخفوز ستأكل محتاج الكرب محتاج السواء الماء أهم شيء نعم أهم شيء الماء تؤخر عن السكريات وامورك تكون نعم تحدثنا عن البطولة الأخيرة التي شاركت فيها وخذيت المركز الأول نعم البطولة الأخيرة هذا كانت ستمر علينا الصعبة لأن الفرغة الثانية متطورين و المسافة قصرت قبل كنا نلعب على عشرة كيلو و نحن نادينا الحمد لله يعني الفريق كامل نعم أكمل من النوادي الثانية باستمام باللعبة بشكل كبير نعم فهل مرة غللوا للعدد صارت أصعب لأن النوادي الثانية صارت لهم فرص أكبر لأن ما عندهم العدد الخمسة نحن عندنا خمسة وما عندهم ثلاثة حين العدد على ثلاثة نعم فحين في منافسة شديدة بس الحمد لله الله وفقنا وقدرنا نحن الحمد لله هذا شي يعني تمنالك في التوفيج طيب شنو أهم تطلعاتك المستقبلية شنو أهم البطولات اللي ودك تشارك فيها للمستقبل المستقبل والله ودي أني أنجز شيء بالكاس السنة هذه بإذن الله بشهر أربعة هذه اللحين اللي قاعدت خضط لها شنو البطولة البطولة للكاس مضمار عشرة كيلو عشرة كيلو نعم هذه حاليا أنت اللي قاعدت تشتغل عليها وتهدف حق دفسك نعم بشكل عام يعني ما أودك توصل إلى أعلى مستويات على المستوى الخليجي العربي والله أريد هذا طموح إن شاء الله يعني بلعبين الجري تأخذ لها أكثر من سنة سنتين ممكن ممكن ثلاثة سنين وإن شاء الله نوصل من هو البطول اللي كان دائما في مخيلتك اللي تحب توصل إلى مستوى توا محلي أو عالم عالمي اسمه محمد فرح لعب بريطاني نعم من أصول سومالية نعم يعني حقق نداليات أولمبية كثير بالعشرة كيلو والخمسة و يعني ما شاء الله عليه بطل هذا نموذج عالمي نعم على المستوى المحلي أو الخليجي مستوى المحلي ما نقدر كثير فيه كثير ما شاء الله معنا في النادي ونوادي الثاني نعم كلمة أخيرة أو تمنيات أخيرة تحب توجهها حقنا والله حاب أشكركم على الإضافة وحاب أشكر إدارة نادي الغاتسية وشكر خاص الكابتن الماضي المطيري نعم مدير ألعاب الغوة بناد الغاتسية أنا شاكرين لك يا عبد الله وإن شاء الله يا رب تحقق كل أمانيك إن شاء الله ونشوفك هنا بطل على المستوى العالمي والأولمبي إن شاء الله يا رب شكرا جزيلا لك أيضا مشاهد الكرام لا تذهبوا بعيدا عندنا فقرة يعني ما بعد النشر اليوم فيها لقطة وحديث يطول حول التحكيم في دورينا المحلي تتظرونا بعد قليل الحديث عن التحكيم يبقى موضوعا كبيرا لما يحيط بهذا الملف من أمور صعبة وحساسة في ذات الوقت فقرار الحكم في أغلب الأحيان يكون صداه إيجابي عند الطرف الفائز والعكس تماما بالنسبة للخاسر حتى لو أصاب كابد الحقيقة لذا فمهمة قاضي المباريات أقل ما يمكن وصفه بها بأنها صعبة في أغلب الأحيان ولعل هناك أسلحة ربما تكون خير معين للحكم في أداء مهمته منها على سبيل المثال تحليه باللياقة البدنية المطلوبة للبقاء قريبا من الحالات إلى جانب سرعة البديهة التي تكون مطلوبة للوصول إلى القرار الواقعي لمقتضى الأحداث ويمكن القول بأنه في بداية الموسم كان الأداء التحكيمي جيد سواء في دور زين الممتاز لكرة القدم أو في كأس مولي العهد غير أن الملاحظات بدأت تظهر وبقوة على أداء البعض في المباريات الأخيرة حتى وصل الحال بعدد من الأندية إلى تقديم احتجاجات مباشرة إلى لجنة الحكام بالاتحاد الكويتي للكرة جراء ما اعتبروه ظلما بحقهم أو عدم قدرة الحكم على إدارة اللقاء الخاص بهم بالشكل الأمثل حياكم الله في فغرتكم ما بعد النشر اليوم راح نخصصها عن الحالات التحكيمية دائما يعني نقول غاية الناس شيء لا يدرك وبالتالي الجمهور في طبيعته في كل دولة من الدول في كل دوري من الدوريات أكيد لا يوصل إلى مرحلة الرضا التام هناك تفاوت في هذه المرحلة خاصة في دورينا نحن اليوم يمكن اللغط زاد شويها ونتفق على هذا الشغل عقب ما ونوجد الفار لدينا وبالتالي اللغطة اللي كانت مبهمة قد نسميها بشكل عام في الماضي اليوم أتوقع الكاميرات تشرحها وتحللها بشكل أكثر وتخلي الجمهور قريب جدا حتى من الحكم على بعض اللغطة لكن أكيد الخبراء هم بالنهاية لهم الكلمة الأخيرة باعتبارهم قريبين جدا من هذه الحالات كحكام وأيضا كخبراء وأيضا كقارئي للبواد الجديدة التي تكون موجودة والتعديلات على قانون الحكم يسترني أن نلتقي في هذه الفقرة وفي الكرام الكبار المالتقيت فيهم من زمان أبتدي بالكابتن والخبير التحكيمي منصور أبو الحياة كلها كابتن منصور الله يحييك بيوسف نحن سعيدين إن شاء الله نكون معاك اليوم في هذه الحلقة ونتمنى أن نستعرض بعض الحالات الجدلية التي صارت في مباريات الأخيرة والجولات الأخيرة أيضا على الطرف الآخر مشعل عسعوسي حياة كلها خبيرنا التحكيمي ياهلا فيك ومزمع مالتقينا مع بعضا الله يسلمك يا أبو يوسف نسع عليك نسع على أستاذ المشاهدين وإن شاء الله نقدم اليوم شيء نستفيد منه ونفيد أستاذ المشاهدين في معطيات القانون وتفسير مواد القانون أنا أركز على تفسير مواد القانون خلنا نأخذ بشكل عام كابتن منصور يقول مستوى التحكيم خلال هذه الجولة أو الجولات التسعة الماضية وأيضا بطولة كأس بولي العهد إيش رايك بشكل عام ما حددنا اللغطات والمشاكل لكن بشكل عام دائما الناس مراضية دائما في كل المباريات هناك يعني نوع من اللغط خلنا نسميه جدل ما رح ينتهي ولا رح يوقف طبعا بو يوسف شوف السؤال اللي يطرح نفسه قبل هالشيء إن شلون كان مستوى الحكام بداية الدوري وكلنا تأملنا خير وتفائلنا يا أول ثلاث دولات يا سلام عليك فتفائلنا بأنه فيه شيء يعني فيه عمل موجود على الأرض وبالتالي نحن دائما نقول طبيعي إننا جايين من معسكر متهيئين جاهزين مركزين مركزين تول ما بلشت المراحل اللي فيها شوية ندية وحماس فبالتالي ما كانت تبين هذه الفروق والأخطاء الفادحة اللي صارت بالأخير هذا دور شنو؟ دور لجنة الحكام اليوم إحنا خلنتكلم ب كابتن مشعل يدري إنه اليوم لما تقول لجنة الحكام شو تقصد لجنة الحكام؟ لجنة الحكام مجموعة يعني مو لجنة الحكام أثنين اليوم ما احترامي الأخوان كابتن سعد وكابتن غانم اليوم كابتن غانم إداري إنزين وكان فيه خبير على أساس خبير أجنبي موجوه والآن صالف وقل شهرين بره الديرة إنزين شخص واحد يدير اللجنة مو معقول اليوم أنت كلجنة حكام تحتاج إلى منظومة متكاملة تدريب تجهيز ورش عمل متابعة تقييم تدعيم في نفس السيارة تتفق مع الكابتن المنصول في هذا الأمر؟ أتفق مع أبو علي أتفق معه جملة التفصيل يعني من غير المعقول أنه شخص واحد يدير لجنة كاملة يعني عندك دوري زين عندك دوري درجة أولى عندك المراحل السنية كم رحلة منصول؟ أربع مراحل وزارات دوري الوزارات دوري البنوك ويعني ممكن فوق طاقة الشخص اللي هو مثلا سعد كميل مع أن احترامنا وتقديرنا لهذا الاسم الكبير كابتن سعد كميل أكيد يعني حكم شرفنا في بطولات شبيرة نعم وحكمنا كل كل التقدير والاحترام حتى على المستوى الخلقي والأخلاقي نعم لكن ليش حكم واحد أو حكمية؟ والله شوف أنا المعلومة اللي عندي أن تم عرض الموضوع على كذا حكم سابق نعم وقابلوهم في الرفض يعني لما الأسباب الله أعلم أنا واحد من الناس يعني نعرض عليه مرتين فما كانت البيئة تقصدين يعني بالنهاية أنت انسحبت أو نعرض عليك الأمر أنت انسحبت لا أسف أنتم موجود مشعل أنا أنسحب لما أكون داخل لنما تكون داخل اللجنة أنسحب لكن من الأساس أنا رافض الفكرة لأن البيئة ممو صحية كانت كانت في اللجان السابقة طيب إحلنا نقدم السبت قبل الأحد ونقول إن شاء الله نتفائل خيرا نروح حق كابتن منصور تقييمكم لأداء الشباب الحكام ودائما نقول ندعم بشكل عام أي حكم شاب يقدم على هذه المهنة الشقة وهذا شيء يعني معروف لدى الكل كيف يعني الحكم يكون هو الشماعة الأولى لجميع الأخطاء الإداريين واللاعبين والجماهير للأسف الشديد أقولها وذائد من الدعم القليل لحوش الحكام لكن تقييمك لأداء الحكام والشباب طبعا مثل ما قلنا نرجح للمربع الأول اليوم أنت كحكم شاب جاي أنت تحتاج إلى عمل إلى منظومة الحكم هذا لما يطلع من المباراة ما غير فيه مقيم يقول له أدائك عملك تحتاج كذا أتيبه ثاني يوم تقعد معاه تحط له الحالات تقارن تحاسب تقول له كنت هنا زين كنت هنا مو زين بالإضافة إلى تشوف مين نقاط الضعف والقوة تدعمه أنت مو بس مجرد أنك تعطي مباريات والله أعطي أزيد للمباريات أنه والله من خلال المباريات تزيد خبرته ما ممكن إحنا تعطي مباريات وتزيد خبرته ولكن في محلة وما يقف من مكانه هذا اللي ما يتطور فيها ما في تطور تدري ليش ما يتطور نعم أهم المقيمين صالهم أكثر من ثلاثين سنة يعني يعني تكاد عندهم المعلومة شبه متوقفة يعني يعني أنا أعرف سبع إلى ثمن حكام تهم مع التزليم من ست سبع سنين هذو لازم يستعلم فين بدال الخبرة الخبرة يعني نعم نحترمهم ونجلهم ولازم يكون موجودين خبرة لازم يكون تعطي فرصة حق الناس للشباطي يعني 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 غير معقول من عشر سنين طيب حكمين ثلاثة غير معقول هذا يعني أيضا سؤال سريع قبل أدخل في التفاصيل رأيك في تجربة الضار في ملعبنا أنا من زمان من 2007 غير مؤيد لهذه التقنيب وبعب هذه السرعة من زمان أنا شلون يعني أنت بنهاية لازم تواكب الحدث أواكب الحدث لكن أحط أساسيات أحط تمارين أحط تمارين أحط ورش عمل أطلع الفي آر لمعسكرات من 2017 تم تطبيق أعتقد منصور من 2017 إلى 2018 أو أدي التقنية هذه المعسكر وأسوي المبارات وديها حتى المبارات بين الحكام أخذ الحكم يطبق أكثر من 14 خترة معايشة حتى حتى طبعا طبعا وليش ما أنا أرسل حكامي لبرة مو شرط يحكمون مو شرط مو شرط يحكمون يعني يعني يستفيدون من تقنية الفي آر أنت شايف قطر نعم قطر ما شوف أنه في أخطاء يعني خمسة بالمئة أنا هذا في وجهة نظر يعني في نفس السياق تجربة الفر بشكل عام طبعا نقول إحنا كنا نقول دائما أقول أفضل حكام أقل أخطاء نعم نعم اليوم هالي مقولة ما لازم تصير خلاص أنت اليوم عندك قبل الحكم في عشر الثاني يتخذ قرار اليوم الحكم عنده ساعة والمراجعة موجودة وإحنا بالإضافة إلى ذلك في شيء مهم يعني اليوم وزارة الإعلام مع الأخوان مع المخرجين ما قصروا من ناحية الفنية من ناحية الشغل عمل جبار قاعد تشتغلون قاعد نشوف يعني تغيير واضح بالنسبة لنا تطوية قد نسمي إلى التطوية ولكن كذلك بحاجة إلى وضع الكاميرات لزوايا معينة يعني اليوم أنت لما الحكم يستدعي حكم الـ VR يقوله تعال شوف الحالة لو تحط له من أكثر من زاوية يعني أنت شوف الحالة هذه من هالزاوية ما شوف فيها شيء شوف الزاوية الأمامية ما شوف فيها شيء لما تروح الزاوية الخلفية فيه إنه فيه لحظة فيه تتش فبالتالي وضع الكاميرات بالزوايا الصحيحة تعطي قراءة جيدة طيب تقصد كابتب منصور أن أيضا حكام الـ VR عليهم نوع من الاستفهام فيه اختيار اللقطات اللي ممكن يعطونها اللي حكام المباراة هذا ما تقصد تبعا لهذا الشيء يعني طبعا أكيد حكم الـ VR يصر أنه يبي الحالة اللي موجودة ويقول حق الحكم تعال شوف من هالزاوية هذه وبالتالي يطلب الحالة هذه بس وضع الكاميرات تخدم أكثر بشكل أوضح بالنسبة لي حكم الـ VR وحكم الساحة طيب أنا لتمثل عذر لحكم الـ VR كانت في مقولة العام أول عام يقول لك الحكم الـ VR هم كاميرات خاصة هذا كلام مصحيح هذا كلام مصحيح لكن اختياره بعض الأحيان نحن نشوف يعني كمتابعين لتحدث أن الحكم الـ VR اختار لغة معينة مع عطازاوية معينة في بعض الأحيان أتوقع والله أنا مبارياتي هذه ما صارت الشغلة هذه مبارياتي أنا مصارت على العبوب خلنا ندش بالموضوع لا لا بدي ملاحظة يعني الدليل على ذلك مرات تشوف الحكم في حكم يروح بعشر ثوان ياخذ قرار وتلقى مرة الحكم يقعد أربع دقائي مقادر ياخذ قرار ندخل في موضوع أو صلب الموضوع ندخل أهم الحالات اللي اختارها السادة حكامنا اليوم في مباراة كابمة والساحة المنصور ركلة جزاء تسببت في لغة كبيرة ويمكن خطأ قراروني وعلى أثرها تشرح لنا الحالة بالضبط كما شاخدتموها طبعا هنا يصار في لغة كبيرة على الحالة هذه على أساس أن والله لاعب نادي شوف يقولك الدخول المؤثر نعم الدخول المؤثر لاعب نادي الساحل الدخول المؤثر مشاركة لاعب الداخل قبل الركل بالكرة ونفس اللاعب اللي دخل هو من سجل الهدف بالتالي القانون هنا واضح يقولك الدخول قبل الركل من المهاجم يكون مؤثر هنا طبعا اتحاد بناء على الاعتراض أو الكتاب اللي كتب من نادي بأن دخول أثنين أعضاء يعني الفريق الركل والمنافس أثنينهم كانوا متداخلين بس إحنا السؤال نهني أيه كان لتأثير أكثر اللاعب المتداخل بمترين ومشارك وسجل هدف ولا اللاعب اللي كان حاط مجرد رجلة على خط طيب خلنشرحها حق السادة المشاهدين ومتابعي اياك مش هل بس خلنخلص من منصوب في هذه الحالة وإذا عندك تعليق أيضا موجود طيب نشرحها قانونيا ثنيا أساس السادة المشاهدين يقفون على خطأ القانوني اللي يحدث في هذه الحالة طبعا حالة هذه عبارة عن ركلة جزاء ركلة الجزاء بالجدول المحطوط يقول لك في حالة دخول المهاجن نعم بشكل مؤثر قبل الركل نعم وكان كما هو مؤثر نشوفها بشكل واضح دخول بشكل واضح ومؤثر وبالتالي عندما تصدت الكرة من قبل حارس المرمى من تداخل وكمل اللعبة هو المهاجم اللي كان أساسا متداخل طيب في هذه الحالة طبعا كان على حكم المباراة أن يعلن عن ركلة حرة غير مباشرة ويلغى الركلة الجزاء نعم ويلغى الهدف طبعا نعم هنا شنو طبعا اللي صارت عليه تعديل أنه وضحوا لجنة الحكام بأن لحظة الركل قبل اللحظة الركل المهاجم بالإضافة إلى المدافع المدافع نشوف بشكل أقرب وأوضح المهاجم هذا السؤال يطرح نفسه لما يقول القانون اللي كان أكثر تأثيرا طبعا أكثر تأثيرا يروح للتمويه قالك مثال على ذلك التمويه ولكن هنا مثال على ذلك دخول اللاعب ومشاركته باللعبة بشكل فعال هرينا نروحك إذا تسمح لي إذا عندك تعليق أنا عندي أنا عشان نحسم هذا الجدل ونحسم هذا الحوار مرجعنا الأساسي للقانون نعم يقول لك زميل حارس المرمى يخالف زميل حارس المرمى يخالف أحنا هنا من حارس المرمى حارس مرمى كافة ماشي يقول لك في حال دخول الكرة إلى المرمى تحتسب هدف هذا بالقانون في المادة 14 من ركلة الجزاء نعم في حال عدم دخول المرمى يعاد تنفيذ الركلة هنا المفارقة الأصلية هنا المفارقة الأساسية قد تكون غائبة عن ذهن اللجنة مثلا أنا يعني أنصح التعبير في حالة قيام لاعب من كل الفريقين بمخالفة تعاد الركلة ماشي شوف القانون شو نحط باستثناء باستثناء قيام اللاعب بارتكاب مخالفة أكثر شدة الحين من هي المخالفة الأكثر شدة هل اللاعب اللي وضع قدمه على الخط أم الزميل الراكل اللي سجل الهدف من هو اللاعب المؤثر ممتاز عطى القانون الدولي عطى مثال شنه المثال ننتقل إلى التمويه اللي هو الفنت اللي هو التمويه غير القانوني ننتقل إلى الجدول أنا أنا معطي السادة عفوا السادة المهندسين اللي يحطون الجدول مخرجي التمويه تمويه شي يقول لك إذا الكرة ادخلت أو ما ادخلت يجب على الحكم احتساب ركلة حرة غير مباشرة شنه بالإضافة كارت أصفر قرار إداري قرار إداري يعني وضح لك القانون بشكل واضح وصريح أحين أي المخالفة الأشهد خنوضح التمويه على الأخوة الهم عشاء سأشعرون التمويه قصد أنه اللاعب وهو في أثناء الجري لكرة قبل لا يركل يوقف يموه بجسمه هذا التمويه هذه حركات وليد الجاسب قبل صور المشرع الدولي صور الخطورة في هذه اللغطة مثل حالة التمويه حالة الفنت بالإضافة ركلة حرة غير مباشرة لازم يعطع الكرت الأصفر قرار انضباط طيب هذا الحين نحن شرح في الحالة حق السادة المشاهدين المتابعين في رأيكم أنتم شخصي تنعاد المباراة كخطأ فني نعم تنعاد لأن الخطأ وين كان الخطأ في الاستئناف ودائما يقول لك الخطأ وين يكون الخطأ مو على عملية الاستئناف شون تستئنفها بداية الاستئناف خطأ فإذا إذا الاستئناف خطأ يعتبر خطأ فيني بالتالي لأن الاستئناف عمل إعادة وسجل هدف كان عليه أن يعمل ركلة حرة غير مباشرة قرار انضباطي كرت ولكن الاستئناف كان خطأ فبالتالي الحالة كلها خطأ إذن تنعاد مباراة هذه موجهة نظر هذه مادة 37 مادة 36 مادة 37 من لايحة المسابقات إذا رأى الحكم إذا أقر الحكم أن هناك مخالفة تطبيقا للقانون وليس في تفسير مواد القانون يرفع تقريرها إلى اللجنة ومن ثم إلى لجة المسابقات مع وجود طعن من النادي متضرر أو يعني هذا الجملة أهم أو إذا رأت لجة المسابقات بما لا يدع مجال الشك أن هناك مخالفة في تطبيق القانون جاز لها إعادة المباراة حتى لو ما طعن النادي المتضرر حتى لو ما طعن النادي حتى لو ما قدر بيوسف شيء بشيء يذكر حتى لو النادي ما كتب تقرير والحكم ما كتب تقريرها إذا رأت اللجنة بأنه شكل واضح فج واضح بأنه هناك مخالفة يأخذون قرارهم ترى بيوسف نحن ميالبين كلام من عندنا هذه مادة أربعة تأعج موجود ومخر طيب الروحك الاستعانة بالحكم الأدنبي مشعل والبعض يقول أنه أداء الحكم البوسني عرفان بلينتو في مباراة الكويت والسالمية ليس بالأداء المطلوب ولا هو الحكم الممكن يثري التحكيم عندنا بشكل هو الحكم واضح أنه عنده عنده فكرة أو منقول لفكرة أن الدوري الكويتي دوري خشن استخدم كروت كثر ما تقدر والدليل أن عطا لاعب عموري لاعب انذار الأول كان في قاية الاستعجال فانضر أن عطا الانذار الثاني فهو اندار صحيح الثاني لكن اعتبر اندار أول اندار الأول كان غير صحيح كانت هناك منخالفة لصالح لاعب ابن هذا الكويت اللي هو عموري طيب أرجع لك الحق النقطة التي تذكرتها واللقطة التي تتبيها لكن بشكل عام بشكل عام تجربة الاستعانة هنا بوقف أنا الاستعانة بالحكم الأجنبي بيوسف في تقييمها يعني بيوسف تجربة فاشلة بمعنى الكلمة أنا أقولك ليش اليوم أنت لازم يتيب حكم أفضل من حكامك لازم يتيب حكم حكم من النخبة يا سلام فلما أنت تخاطب أنت أساساً تدفع فلوس وانت دافع فلوس فبالتالي لازم يتيب حكام الأقل يا أخي لما تدسحق الاتحاد المعني قل له عطني سيفي الحكم عطني آخر خمس جولات له عطني شنو يعني أنت يايب حكم سنة من السنين يبتحكم وموقف موقف فبالتالي أنت لمتي يا لازمت الحكام على الأقل يا أخي عطوني آخر خمس جولات شنو عنده عنده إيقافات عنده مشكلة عنده كذا إذا كان سيفية كله تمام وكان بالتوب فبالتالي استعين فيه يرفع من شيء المباراة يا سلام مو تيب لي حكم تيب لي حكم والله ما أعطينا ربعهم الجولات الأولى قاعد يحكم دورية ويعطونا اللي تلش اللي أساساً ما عنده مبارا دوري البوسني شنو ترتيبة بالتصنيف العالمي عشان يباني حكم من بوسنا شنو ترتيبة مع احترام والتغذير مع احترام والتغذير نهاية أمر أنا أتكلم مو أشخاص أتكلم كعمر شنو ترتيب مو أتكلم المشكلة أن الدارج أنه أبعد الحكام عن اللذوق أبعد حكامي عن اللهم طيب خروا حق اللغط اللي اختارها مشعل نعم وهي احتساب ركلة جزاء ثارة لغط لصالح الكويت تشوفها مع بعض مشعل تشرحها لنا ان شاء الله شوف احنا كقاعدة تحليلية وكقاعدة تقييمية وأيضا كقاعدة تحكيمية الاعتبارات اللي وضعت في اتحاد الدولي هي المدخل الرئيسي لتطبيق القانون هي إذا في عندك حالة عجز عنها تطبيق القانون لابد ما تلقى لها حل في الاعتبارات الموجودة في تفسير القانون هنا احدى الاعتبارات اللي أنا قرأتها وقدمتها في التحليل قبل شم يوم نعم في اي لاعب يوسف اي لاعب قبل الارتقاء ما يكون فاتحيدة الفتح اليد بطريقة مسلمية بطريقة مشروعة في طريق غير مبالغ غير مبالغ فيها نعم كل لاعب يرتقي لا بد ما يفتحيده لكن هذا اللاعب قبل الارتقاء فتحيده اثر يعني عطى مشروعية ان هناك في ضرب على الوجه نعم فعلى طول الحكم اتخذ القرار ان هناك ركلة جزاء بالاضافة لمحط يدع على السماعة يا لقبول او يا لتأييد من حكم البي ار اللي هو المواطن بس عدم مواطن وبالتالي هنا نفينا الحالة التقديرية كابتن ايضا رأيك في هذه الحالة ما يخلف اشتشف رأيك فيها والله انا شوف كلام طبعا مشعل ما نزيد عليه ولكن انا بالنسبة لقراءتي انا ما اقدر احكم على هذه الالية لان نشوف لا لا شوف منصور منصور خلنا نتفق على شيء احنا هنا مو في استيديو تحليلي احنا خلينا راحتنا اكيد وشاهدنا اللغطات في اكثر من طريقة وفي اكثر من لكن انا ابي رأيك انت انا رأيي انا شخصي في هذه الحالة انا قاعد اشوف الكاميرا الخلفية فقط يعني في بعض الحالات احط لك الكاميرا الجانبية او كاميرا الامامية اللي خلف المرمى بالتالي في هذه القراءة انا ما اقدر احكم طيب ما اقدر احكم على الحالة هذه طيب ماشي احنا نقول نستشف الاراء بشكل عام ونستفيد منكم ونروحق يعني مباراة يعني القادسية والعربي او العربي والغادسية وشاهدنا قبل لا تبدل مباراة اللغط والاحداث اللي صارت حول خبرة الماء الصغيرة اللي على الجنبية اللي تعطينا فكرة عنها بشكل اكبر منصور وليش وقفت 45 دقيقة وتأخرت نك هذا السؤال انا قاعد اطرحه اقول انزين الارض بيوسف 75 او 85 بالمئة الارض ناشفة انزين انت كحكم قبل بداية مشكلة الخبرة انت قبل البداية احنا دايما الحكام كنا نلف لفة ونشوف الملعب ونشوف الارضية ونشوف الامور هذي انت دشيت وبقتها من قرعة وخلصت وبلشت انزين ليش الماء انزين الماء اللي كان مؤثر احنا دايما نقول الجهة المؤثرة اكثر شيء منطقة المرمسة ومنطقة الجزاء هذه الاماكن اللي ممكن تسوي لك شوي خلل ولكن الماء بالزاوية اخر مكان وبعدين انت وقفت اللعب 40 ديقية ممكن بعد نص ساعة كان زخ مطار شون ش تسوي تروح توقف مرة ثانية فكان عليه يعجل ويلعب ويخلص المباراة ولا يوقف هال 45 ديقية لانه تأثر سلبيا على اللعبين شوف اللعبين متهيئين ومسخنين ونازلين الملعب جاهزين انت وقفتهم 40-45 ديقية على الفاضي وبردوا وردوا مرة ثانية طيب سعود السمحان يعني حكم شاب التمنى للتوفيج شونه اللي كان مفروف عليه انه يسوي بالضبط وايضا احنا لا نغفل عن دور مراقب المباراة اللي كان موجود وايضا هو يتابع حالة الامطار بشكل عام قبل لا ندخل في التوقيت الرسمي للنباراة انا اعتقد انا طبعا ما توصلت مع الحكم سعود السمحان لكن انا اعتقد احساسي كحكم نفسه حساس سعود شاف ان الارضية في جوانب في جوانب مؤثرة هو على حساد رؤيته انا مع منصور لكن عنده رؤية هو انت تعارف من القانون الدولي واذا يرى الحكم واذا ما يرى الحكم سلطة تقديرية العليا دائما للحكم هو اختار الطريق اللي كان يناسبه انا ما ايده يعني مطلوب انه تلعب بخصوص الجوانب اللي صوب الكورنار صوب الأوت ما هي من الاماكن اللي قد تعرقل سير الامبارات مثلا يعني انجاز التعبيد نعم طيب يعني هذا يعني رأيي الاخوان واتوقع كل المراقبين اللي متابعين الامبارات كان انتمنى ان تطلق في وقتها يعني ما عدم وجود هذه الامبارات طيب اروح ركلة جزاء للقادسية يعني امام العربي منصور شلون شفتها وما هو تقييمك لهذه الركلة هذا الحدث لغة كبيرة وقال لك لغة ساوية اثرت علينا بشكل كبير طبعا كيد حالة مؤثرة نتيجة كانت لحد الان اثنين واحد هنا لو نلاحظ بتعيد الاعادة الاخيرة بتشوف بويوسف انا اسأل سؤال واسأل اخوي مش عال واسألك بويوسف لما نحط الحالة هذه نشوف هل سؤال واضح هل نجح المدافع باستخلاص الكرة ما جاس الكرة والدليل على ذلك لما نحط زمؤون على اللاعب العرقل هنا تشوف بان اللاعب اللي ياه طبعا في حالة اخيرة راح تشوفها واضحة بان لم يلمس الكرة شوف هنا لعب شوف لمس الكرة شوف الكرة الكرة ثابتة لم ينجح المدافع لاستخلاص الكرة اذا يعني شنو يعني الدخول كان على طبعا البعض يقول soft وheart وما شنو انت مالك شغل انت لما تشوف اللاعب يهي مندفع بقوة مندفع بسرعة مجرد ما تلمسه لمس خفيف يختل توازنه ويسقط فبالتالي انا شوف هنا شوف شوف هنا الكرة ما نجاست نهائيا شوف الدخول على القدم نزين والكرة ما نجاست بعدين من يطلع الكرة هو المهاجم نفسه اثناء الصغوط اطلعت الكرة برا فبالتالي السؤالي واضح هل نجح المدافع باستخلاص الكرة لا هل هناك عرقلة هناك دعس بالإضافة الى الساق شوف بعد ما يمتد شوف بالساق نعم فبالتالي وضع القدم بهذه الطريقة هناك عرقلة واضحة وصريحة تنقص الخبرة راح الفار الفار حط له الحالة ما حط له الحالة سوه لزومون ما ندري بس اتخذ القرار على اي اساس ولكن هل حالة مؤثرة نعم هل هناك ركلة جزاء نعم هل حاول استخلاص الكرة لم يستطع نعم فبالتالي كانت ركلة جزاء مؤثرة بين قوسين لان النتيجة كانت اثنين واحد وحكم قريب قريب الحكم وبالتالي لا وراح للفار نعم طيب وبالتالي القرارة تنقص يعني خبرة هل نقدر ندخل في مسألة يعني الرأي التقديري لحكم انضرات في مثل هذه الحالات طبعا لأن احنا مثل ما نقول باللهجة العامية أنه supporters أنه ليس بلنطي بطير حتى مثلا بالنطي العربي ما هو بلنطي بطير خل Link rumor في حالات تقديرية لحكم انضرات هل هل تدخل من ضمن الحالات التقديرية هذه اساس الحالات التقديرية لانصار فيه اكثر من راي صار عنده راي سعود وصار عنده حكم البيار منه كان منصور عبدالكندي صار عند رأي صار فيه اختلاف في الأراء هذه قمة الحالات التغذيرية ترجع لمسؤولية الحكم ترجع لمسؤولية الحكم حكم الفيار طيب نروح حق احنا تكلمنا عن يعني هناك أيضا ركل الجزاء للسالمية اللي بتحتسب مشعل اخترتها في مبارات أيضا الكويت والسالمية نتابعها مع بعض الحالة الأخيرة دارها مشعل أحسو ستفضل أنا شوف أبو يوسف مو هذه اللي مختارها مختار مالفات حمود لكن هذه اللقطة واضحة وصريحة هذا التعديل الأخير اللي السنة اللي فاتت شوني نقول التعديل إذا الكرر تطمت في أي جسم من جسم اللاعظ ولا يوجد هناك تكبير لليد لم تحتسب ركل الجزاء بالذات في هذه اللقطة بالذات في هذه اللقطة أن اليد غير ما كانت في مستوى الكتف ولا أعلى فبالتالي أنا أتفق مع حكم الساحة وأتفق مع حكم الفيار بعدم وجود ركل الجزاء في هذه الحالة إذن يعني هنا أو ما لمسه بشكل متعمد خلنا نقول حتى لو حاشيته هو شوف هو جزئتين في ركة الجزاء نعم ياما تعمد أو غير تعمد التعمد تندرج لها أربع إلى خمس شروط غير التعمد تسكر الحالة من أولها بخطب إياك منصور قال تجربة الحكم الأجنبي يعني خلنا نسميها مو فاشلة غير جيدة لحده شو تقول أنت؟ مو في المستوى المطلوب مو في المستوى المستوى كان في حكام يعني عندنا دول خليج ليش هنة 90 في دول خليج عندنا الدول اللاتينية العام كانوا يا بوا حكام زينين بابك يا بوا بوا بك وباميلا تيسكا هذا الاثيوب يعتقد ليش ليش ها السنة استغروا على حكم البوسني أنا بستغرب يعني صراح أرجع وأقول لك مرة ثانية شنو ترتيب الدوري البوسني عشان أيب حكم أو حكم في آر يدير مرامز لهذه شكرا مشاء العسعوسي كلمة أخيرة منصور إذا عندك أيضا ندخل في فترة التوقف أتوقع الحكام بحاجة إلى إعادة تقييم وبعادة إلى حتى مراجعة أخطائهم السابقة وبالتالي نقول الحكم جزء من اللعبة عندما اللعب يخطئ والمدرب يخطئ والحكم يخطئ أيضا وبالتالي الحكم الجيد هو أقل حكم خطئ أيضا كمان أقول طمع أبو يوسف في ثباغت أنا مش على الإخوان الموجودين كلنا مع حكامنا إحنا داعمين للحكام إحنا ما ننظر إلى منصب أو أضوية أو شغل إحنا قاعد نتكلم هنا بكل شفافية نتأمل بأن حكامنا يقدمون مستوى أفضل ولكن لازم نقولها بكل وضوح بكل صراحة اليوم مو الحكام يتحملون اللجنة تتحمل العمل مطلوب من اللجنة القيادة الترتيب التنظيم الورش كل هذا يحتاج الحكام وإنت عندك نخبئ من الحكام الجيدين الجايين الخبرة وصغار هذين يحتاجون إلى عمل اليوم أنت تحتاج على الأقل لجنة الحكام تحتاج إلى 12 إلى 13 عامل مو عضو عامل ناس يشتغلون على المراحل ناس يشتغلون على الدوري ناس يشتغلون يبرزون حكام أنت اليوم عندك استحقاقات كاس آسيا يايك بعد فترة كاس العالم يايك إن شاء الله بعد عمر الطويل هذين كلهم لازم تشتغلون عليهم اليوم إذا تشتغل على سعود السمحان وغيره 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 هذين محتاجين إلى متابعة إلى تنظر إلى عمل ورش إلى معايشة يا أخي ودهم دول معينة وتخذ منهم حكام سوى عملية معايشة تبادل حكام فبالتالي إحنا محنا ضد اللجنة ولا ضد الحكام إحنا داعمين لكم من الأساس من بداية الدوري كنا نمدح ونمدح بشكل مطبيعي ولكن أثناء الخفاق ما نقدر نقول لا والله في عمل جيد وفي عمل ممتاز شكرا لك بصور أبول مش عندك المصدر بس فعل دور المقيمين الشباب نعم يعني أنا ساعة أصبح صدفة أروح ملاعب ألقى المقيمين اللي صالهم ثلاثين أرابعين سنة نعم مو تقلينا منهم لا والله حشاهم أنا أعتبرهم منستشارينا الأولين والتاليين هي منظومة منظومة عمل كما نقول دائما يعني في كرة الغدم الحكم جزء من هذه المنظومة وبالتالي تطوير الحكم المحلي يأتي بالأساس لأن الحكم هو سيد الموقف في كل مباراة وفي كل ملعب أشكر الحقيقة الكباتن الكبار هنا كابتن منصور أبول شكرا جزيلا لك والكابتن مشاهل أسعوسي وإن شاء الله لتقيكم ونكون في أمل لإن شاء الله يعني حكام دائما متفائل واحدين ومتفائل إن شاء الله في حكامنا في حال بالنهاية احنا نقول يعني ما نشاهده بالنهاية احنا نريد أن نتطور وأيضا يعني بما النبي المحترفين يطورون واللاعبي المحلي يطورون أيضا نبي حكامنا يطورون يستفيدون حتى من كأس العالم القادم بإذن الله بعد أسبوع في قطر لا تذهبوا بعيدا عندنا فقرة تايمين بعد قليل إلى اللقاء يا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مشاهدين الكرام مع فقرة جديدة وهي فقرة التايم لان قبل أن أروحك ضيفنا الكريم بس أحب أن أنوه عن أمر أن الأخوة في الاتحاد الكويتي مجعوين من خلال لجنة الحكام ورئيسها الكاتن الكبير ساعد كميل للتواجد أو لإطلاعنا على بعض المستجدات والقراطة وهذا بالنهاية شيء نتطلب أن نكون في رابط بيننا وما بين الأخوان بالاتحاد لتوضيح بعض المسائل الفنية التي أيضا تساعد على تطوير رياض الكويتية والكوري الروحك فقرة التايم لان وزميلنا الناغد الرياضي طلال لمحيث الحياة كلاة طلال حياة كلاة حياة كلاة ونستفيد من تواجدك اليوم في بعض التغريدات يا طلال نستهلها من حساب ISPN رونالدو يقول أنه لا يحترم المدير بتنهاك كما أنه يشعر بالتعرض من القيانة في مانشستر سؤال أكيد هذا الأمر مثيل للجدل في حملة شرسة رونالدو في مانشستر يونايت كوريا المدريد والكورة بشكل عام كوريا المدريد والكورة العالمية بشكل عام لكن لنا هذا الشيء المنشي السراوي نعم لاحظ حجب رونالدو ما يصير يقلع بالتصريحات هذه بهالطريقة هذه راح أرجع لك مرة ثانية لكن نأخذ هذا الفاصل ومن ثم نواصل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عذران مشاهدة الكرام خل الفني بسيط في الصوت لكن نرجع مع ضيفنا الكريم ناغد رياضي طالة محسن حياة كلاي طالة مرة ثانية ثالثة ولا سعيد في تواجد وياك وطولنا المدة وياك وهذا شيء يسعدنا رونالدو في مانشستر رونايتد أعلن يعني عبر حساب ISBN أنه لا يحترم الدرب تنهاق وهناك حملة شرسة ضده في مانشستر رونايتد سيد محمد رونالدو من أفضل لاعبين بتاريخ مانشستر رونايتد ومن أساطير الكرة العالمية أساطير مانشستر رونايتد هذا شيء مفروغ منه نعم ما المفترض يخرج بتسريحات مثل تسريحات التي تكلم فيها بالمقابل التي كانت مع الصحف الإنجليزي يعني كان سلوك غير محترف وغير احترافي يعني رونالدو كأحد أفضل لاعبين على مستوى العالم وكأحد أساطير مانشستر رونايتد المفروض أسلوبه حتى بانتقاده يعني يكون لاعب يغتدى به يعني أو يكون نموذج مثالي اللاعبين بقية اللاعبين يعني الكلام والتصريحات التي خرج فيها هو الشيء الغريب أن أنت ما زلت لعب في مانشستر وبالتالي تقول مثل هذه التصاريح يعني الغريبة هل هو بسبب الضغط الفني الكبير ليش ما يلعب رونالدو بالنهاية هو يشوف نفسه رونالدو ما زال رونالدو بالضبط هذا السبب أكيد يعني ما فيه سبب غير هذا نعم بس لازم يعني يعني أي لاعب محترف ما بالك رونالدو رونالدو يعني لازم يعكس نموذج مثالي وسلوك احترافي اللاعبين يتعلمون منه نعم بالمفترة تخرج تصريحات هذه يعني لإرك تنهاق أساليبة وفكارة يعني لازم تحترم حتى أراء وفكار وأساليب المددب نتفق ونختلف مع أرك تنهاق هذا شيء مفروق منه تصريحات هذه تخلق حتى شرخ في غرفة المنابس أحد المكونات المهمة بالنادي نعم نبقى مع رونالدو تقريدة جديدة هل حان الوقت ليعود رونالدو إلى نادي السابق سبور تقليش بونا سؤال بعض التقارير ربطت رونالدو التعاقد مع تلسي بعض قالت لا راح يرجع حق المرتقال أي ترى مستقبل رونالدو بعد كأس العالم رونالدو لا زال يعني أستاذ محمد يطمح للعب على أعلى مستويات خصوصا دوري الأبطال يعني شفنا ممكن في الصيف رونالدو كان كانت رغبة يسوق نفسه أن يلعب مع فريق يشارك أو يلعب في دوري أبطال أوروبا نعم فما أتوقع بالفترة ممكن الموسم القادم أو بعد تصريحات هذه ممكن يعني رونالدو يخرج فيه ناير نعم أتوقع لا يعني ينتقل لفريق يشارك بدوري الأبطال نعم طيب تغريدة أخرى يعني من رونالدو روحق ميسي نجم إرجنتيني لتحقب معسكة فريقة في أبوظبي وتدريبات تشهد حضور أحد عشر ألف هذه التدريبات حضور شيء كبير خاصة أن عشاق التاقو في كل مكان وإحنا منهم نعم تاقو الإرجنتيني طلعنا مارادونا باتستوتا كامبوس والحين ليونيل ميسي بالإضافة إلى النجوم طبعا على رسم ليونيل ميسي مثل ديماريا باريدس لوتارو مارتينيز يعني عدة لاعبين أقول لك بلو كان لاعب مفضل أنا ذاك الوقت بس حقوب مارادونا أكيد شيء طبيعي خالص هو أرديلس 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 كان يحمل رقم واحد تفضل تفضل يعني أكيد عشاق التاقو أكيد لما تشوف هذا الجمهور حتى بالتدريبات أكيد يعطي حماس حق اللاعبين يعني حتى لو حضور ميسي بس يصنع الفارق نعم طيب نروح حق تغريدة أخرى من حساب الدول الإيجليزية الممتاز من تختار لفريق هالند أم هاركين سؤال هالند يتفوق تهديفيا ولكن هاركين أفضل كمفتاح لعب أنت شخصيا يعني هذا السؤال موجه لك السؤال صعب لكن إذا اثنين هم خير بوضع لكن الإخوان المعدين يقولون لا خليه يختار واحد حق فريقه هو الشخصي طبعا دائما أي مشجع يتمنى أنه يكون عنده لاعب هداف حاسم من أنصاف الفرص وهذا ما يقلل من شأن هاركين وإمكانيات الكبيرة يعني هاركين مهاجم متكامل فعلا مفتاح لعب ويتحرك بشكل ممتاز خارج المنطقة يعني أنا يذكرني في أدوار بنزيمة في ريال مدين بضبط مع قدرة تهدفية العالية نعم لكن هلند أتوقع يعني طاحونة أهداف بالضبط نعم فاختارها ففارق السن أيضا يمكن يلعب لصالح الوقت لصالح هلند طيب تغريدة خامسة نتحول فيه لوفنتوس واستفاقه متأخرة خلنا نقول في آخر ست مباريات يعني ما تلقى هدف هذا يعطي إطباع أن يوفنتوس يحاول يعني يحاول يتقديم نفسه مرة أخرى كبا نقول اش رايك في يوفنتوس في الواقع اليوفي من بداية الموسم يعني حتى بالجولة الأخيرة ما أقنع ما أقدم مساويات مميزة يعني ممكن تعكس أمكانيات الفريق ممكن تعود لبعض الإصابات لكن هذا أسلوب إليقري نعم يعني ممكن بعد كأس العالم أستاذ محمد مع عودة بوقبة وعودة كيزة إلى حالة البدنية المعهودة وعودة دي ماريو وبريدس بشرط أن إليقري يعطي الفريق حجم إمكانياته يعني مو دائما يتراجع الأسلوب تشوفها أمكاني أستاذ محمد دائما متراجع ما يعكس إمكانيات الفريق إذا عكس من التماء إليقري عكس إمكانيات اليوفي ولعب بتوليفة مناسبة تعكس إمكانيات الفريق ممكن نشوف اليوفي يقدر ينافس مرة ثانية إيه من شرط يعكس إليقري إمكانيات حجم إمكانيات الفريق طيب تغريدة ساتسة من حساب ISBN أيضا تقول بن زيمة أنه بطولة كأس العالم ستثبت أحقيته بالفوز في الكرة الذهبية سؤال زيمة يبدو واثق من إمكانياته وهذا شيء طبيعي مع هذا اللعب الكبير لكن أيضا هناك بعض الغيابات في المنتحب الفرنسي وبالتالي قد يؤثر حتى مسألة يعني إذا تسمحوا لي مسألة تداول الرقم ما بينه وبين جروب الفتاة الأخيرة نعم صدر الغيابات أبرزها عناصر الخبرة خصوصا بخط الوسط بوكبا وكانتي نعم لكن المنتخب الفرنسي يملك كل الإمكانيات والقدرات اللازمة للفوز بكأس العالم نعم فعلا يعني فرنسا من المرشحين الأوائل حصول على كأس العالم منتخب ما يقص شيء بجميع الخطوط نعم إذن هو من أبرز خمس أو خمس ست منتخبات مرشحين لهذه البطول وانت خل نستفيد منه يعني ترشي حتى بالإضافة للبرازيل والالجنتين نقول فرنسا فرنسا نعم ممكن ألمانيا مع فلك ممكن طيب تمنى أيضا يعني يعني نشوف فريق عربي في الأدوار الإقصائية إن شاء الله يذهب بعيدا إن شاء الله نروحك تغريدة من حساب المنتخب البرازيلي نمار يتمكن من تسكين الكرة بعد سقوطها من ارتفاع شاهق نمار يعني يعني محترف منصف وبالتالي أتوقع هذا شيء غير مستغرب يعني حتى تشوف فرحة اللاعبين وهو يعني من القلاءة اللي ممكن يستكين الكرة من هذه المسافة البعيدة هذا يتميز نمار من أيام سانتوس هو مميز بالمهارات المهارات البرازيلية تعودنا عليهم البرازيليين نعم منتخب البرازيلي نمار الآن يعني يعتبر قائد منتخب البرازيلي خصوصا مع فينيسيوس رفينيا جيسوس يمتلك خط هجوم مرعب قادر على صنع الفارق كأس العالم وهو ما يعكس ترشيح المتغربات هل وصل نمار للنضج الكامل على اعتبار نحن يمكن كنا نتوقع في 2014 أنه يكون هو بطل الكأس لكن اللي حصل ذلك الوقت غير وبالتالي أيضا الإصابة يمكن أثرت وبالتالي 2018 لكن أيضا مثل ما ليوني المسي يطمح أن يحقق كأس العالم ورونالدو قبله لبرتغال أيضا نيمار يطمح مع البرازيل في هذه أيضا المجموعة القوية جدا عنده في البرازيل صحيح أنا في الفترة الأخيرة يمكن بالخمس سنوات الأخيرة لما نرتب اللاعبين للمحمد فيه اختلاف على رونالدو وميسي نعم بعدهم على طول تحط نيمار يعني نيمار يملك إمكانيات وصل لمرحلة النطج لا لا طبعا 30 سنة خلاص نعم نعم أحقق بطولات مع باري ومع برشلون مع المنتخب البرازيلي للأولمبياد ودائما يلعب على أعلى مستويات إن شاء الله قمة النطج وإن شاء الله يا رب نستمتع في كاس عالم جميلة وفريدة من نوعها في قطر أنا شكر لك ناغد رياضي طلال المحيسن وإن شاء الله نشوفك هنا في التهبات أخرى إن شاء الله ونستمتع بالنهاية نتابع الكرة العالمية بشغف منذ فترة طويلة وهذه فرصة حق متابعي ومحبي الكرة العالمية والمنتخبات بشكل شبير أن يكون أو أن تكون قطر هي محطة الأنظار في الشهر والرص القادمة بإذن الله تعالى نتمنى لهم التوفي وشغل لك مرة ثانية نشوفك في حلقات قادمة إذن مشاهد الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا اليوم في A to Z استعرضنا وإياكم الكثير فيها إن شاء الله نلقاكم بالغد مع إخواني وأخوي خالد التاب إن شاء الله ومحمد أكبر إن شاء الله في حلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة